اشتركوا في القناة بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني وخلال اللقاء أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لسمو رئيس الحرس الوطني على دور سموه فيما وصل إليه هذا الصرح العسكري الوطني من كفاءة وتطوير وجاهزية عالية مثنيا حفظه الله على الجهود المخلصة التي يبذلها كافة منتسبي الحرس الوطني بكل اقتدار ونجاح مؤكدا جلالته أن الحرس الوطني أصبح قوة حامية للدفاع عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره ومكتسباته الحضارية والتنموية كسند لقوة دفاع البحرين وعون لقوات الأمن العام وكلف جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه سمو رئيس الحرس الوطني بنقل تحياته وتهنيه لكافة رجال الحرس الوطني البواسل وتمنياته لهم بدوام التوفيق والسداد في مختلف مواقع عملهم المشرفة وقد أعرب سمو رئيس الحرس الوطني عن بالغ الشكر والتقدير وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة على توجهات جلالته السديدة ورعايته الكريمة ودعمه الكبير للحرس الوطني ومنتسبيه حتى أصبح الحرس الوطني على قدر كبير من الجاهزية والكفاءة سائلنا الله تبارك وتعالى أن يحفظ جلالته ويديمه ذخرا وعزا وفخرا للوطن العزيز وشعبه الكريم اشتركوا في القناة